موسيقى لقد شكل مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر منذ عقود طويلة مادة دسمة للانتقادات المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب وحتى كبرى الشركات الأجنبية بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة التي ظلت تعرق سبل المستثمرين ما سبب نفورا لديهم وجعل الجزائر تحت المراتب دنيا في تقارير البنك الدولي حول مناخ الأعمال في البلدان بحيث جاءت الجزائر في المرتبة 157 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 ولكن الخبراء والضالعين في الشأن الاقتصادي يجمعون على أن قانون الاستثمار الجديد يشمل مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية لتسهيل عملية الاستثمار واستقطاب الرأس المال الأجنبي وهو ما يعكس التوجه الحاصل حاليا في ضرورة إنجاح المشاريع الاستثمارية مدامة الجزائر تتوفر على كل الإمكانيات لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي تسعى السلطات العلية للبلاد لإعطاء دفع لقطاع الاستثمار من خلال حزمة من المزايا والتحفيزات التي تم سنها في قانون الاستثمار الجديد لجذب المتعاملين المحليين والأجانب وتنشيط عجلة الإنتاج وتوفير اليد العامدة وبلوغ المستويات المرجو من ذلك واليوم سألخص لكم موجه في قانون الاستثمار الجديد بسم الله أول حاجة دارتها الدولة وهي إنشاء شباك واحد ذي اختصاص وطني بصفته منسقا وحيدا للمشاريع القبرى والاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالتكفل الأمثل بهذه المشاريع الاستثمارية بغية تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والتي يضاف لها رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار من خلال وضع منصة رقمية للمستثمرين تسمح له باستكمال الإجراءات المتصلة بالاستثمار عبر شبكة عن كابوتية مع تعزيز صراحيات الشبابيك الوحيدة وذلك بتأهيل ممثل الهيئات والإدارات لدى هذه الشبابيك لإصدار أي قرار أو تسليم أي وثيقة تسمح بتسجيل المشروع وهذا لمحاربة كافة العراقين التي قد تعترض المستثمرين وشدد القانون الجديد على ضرورة تسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري مرفقا بقائمة السلع والخدمات التي من شأنها الاستفادة من المزايا بعنوان الضمانات الممنوحة للمستثمرين وسيمكن القانون الجديد من منح العقار موجه للمشاريع الاستثمارية مع تسهيل عملية الحصول على رخصة البناء على مستوى الشبابيك الوحيدة على أن يكون تاريخ تسليمها مع بداية سريان أجل إنجاز الاستثمار كما سيتم توسيع نظام ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عن ذلك إلى المستثمرين غير المقيمين وهذا من أجل تشجيع وتحفيز الجالية الوطنية في المهجر للعمل على تشديد مشاريع استثمارية وقد أقر القانون الجديد تفصيلا يخص المجلس الوطني للاستثمار والذي تم منحه مهمة وحيدة تتمثل في اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والصهر على تناسقه التام وتقييم تنفيذه كما تقرر إعادة تشكيل الوكالة الوطنية للاستثمار مع منحها دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات عوضا عن دورها الحالي حيث أطلق عليها تسمية الوكالة الجزائرية للترقية الاستثمارات وتم وضعها تحت سلطة الوزير الأول بشكل مباشر وستكون الوكالة ملزمة بتشجيل الاستثمارات ومتابعتها ومنح المزايا الجبائية والشبه الجبائي المنصوص عليها في قانون المتعلق بالاستثمارات كما أن القانون الجديد أقر تقسيم التحفيزات على ثلاثة أنظمة من أجل إعطاء توجيه أفضل لها ونص القانون على نظام التحفيز القطاعات ذات أولوية نظام تحفيز المناطق التي توليها السلطات اهتماما خاصا بالإضافة إلى نظام تحفيز الاستثمارات المهيكلة وتمنح المزايا على أساس شبكة تقييمية تحدد عن طريق التنظيم بغرض تقليص السلطة التقديرية للإدارات في منح الامتيازات ويهدف القانون الجديد أيضا لتحديد القواعد التي تنظم الاستثمار وتبين حقوق المستثمرين والتزامتهم والأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات المنجزة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين الوطنيين أو الأجانب كانوا مقيمين أو غير مقيمين وفي الأخير ما تنساش تقولون نواش رايكم في هذا القانون الاستثمار الجديد سلام